أسعد الله صباحكم بكل خير موجز لأهمي وآخر الأنباء من قناة السعودية أهلا بكم أعربت وزارة الخارجية عن شجبها والسنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب باهاراتيا جنات الهندي من إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وأكدت الوزارة في بيانة رفض المملكة الدائم للمساسي برموز الدين الإسلامي وموقفها الثابت الداعي لاحترام المعتقدات والأديانة هذا ودانت عدد من الدول والمنظمات التصريحات الصادرة باسم حزب باهاراتيا الهندي المسيئة للرسول الكريم حيث أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رفضها القاطع للمساسي بالأنبياء والرسل والشخصيات والرموز الدينية كافة مشددة على الموقف الرافض للاستفزاز أو استهداف المعتقدات والأديانة أو التقليل من شانها من جانبها أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن هذه الإساءات تأتي في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين بها والتضييق عليهم بدورها حذرت رابطة العالم الإسلامي من المخاطر التي تنطوي عليها أساليب إثارة الكراهية ومن ذلك التطول على الرموز الدينية هذا وبينت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن مثل هذه الأفعال الشنيعة لا تمثل احترام الأديانة مؤكدة موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديانة ونشر السلام بين الجميع كما أكدت الخارجية الباكستانية في بيان لها أن مثل هذه التصريحات غير المقبولة على الإطلاق لم تؤذي فقط مشاعر الشعب الباكستاني بشدة ولكن مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وأعرب الأزهر عن إدانته واستنكاره الشديد لهذه التصريحات وأكد أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين مؤخرا من إساءة للإسلام ونبيه لكسب أصوات في الانتخابات دعوة صريحة لتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع حوار الأديانة وجهل بعلم مقارنة الأديان وتاريخ الأنبياء والرسل أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة حريصت منذ تأسيسها على خدمة العمل الإنساني والتنموية لدى دول العالم الإسلامية وأشار خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم تحتم علينا رفع مستوى التعاون والتنسيق للحد من الآثار السلبية على اقتصادات المنطقة خصوصا الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد ودعا وزير المالية البنك للعمل على وضع إطار عملي يساعد الدول الأعضاء في التصدي للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائية كما أكد على استعداد المملكة لتقديم الدعم الفني في هذا الجانب لتسريع إنجاز العمل المطلوب استعرضت جلسات أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة تجارب وأفاق الذي تستضيفه وزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة في جدة استعرضت أهمية الوساطة في تسوية المنازعات وحفظ السلام للدول وشارك في المؤتمر أكثر من 200 مشارك من الدول الأعضاء على مستوى الخبراء وأجهزة المنظمة ومؤسسات الأمم المتحدة واللجان الدولية بالإضافة إلى شخصيات إقليمية ودولية في مجال الوساطة يأتي المؤتمر في ظل الظروف التي تتواصل فيها صراعات ونزاعات وظهور أبعاد جديدة لتحديات السلم والأمن والتي تهدد السيادة الوطنية والسلام الإقليمية للدول الأعضاء استقبلت وزارة الحج والعمر أولى طلاء الحجاج القادمة من إندونيسيا وبنجلادش وذلك عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة وسط استعدادات متكاملة من كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وأوضح نائب وزير الحج والعمر أن المملكة عملت منذ عدة أشهر على حجد كافة الجهود البشرية والمادية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لافتا إلى أن استقبال هذه الدفعة من الحجاج كانت ضمن مبادرة طريق مكة وأكد على جاهزية الوزارة بالتكامل مع كافة الأجهزة الحكومية لإنهاء جميع إجراءات الحجاج بسهولة ويسر بدءا من إصدار التأشيرات والتأكد من الخصائص الحيوية والصحية وترتيب عمليات النقل والإعاشة والتسكينة نهاية الموجة شكرا لطيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة